تقدم معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بأحرى تعازي لأسرة الشهيد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي ولكافة أبناء الوطن سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويها الصبر والسلوان وكانت وزارة الداخلية قد نعت الشهيد الملازم أول هشام حمادي والذي قتل بطلق ناري في منطقة البلد القديم وذكرت الداخلية أن الأجهزة الأمنية قد انتقلت إلى موقع الحادث وبأشرت إجراءاتها القانونية المقررة وأضافت الوزارة أنه تم إختار النيابة العامة بالواقعة حيث تشير المؤشرات الأولية إلى أنه عمل إرهابي علما بأنه لم يكن على الواجب ترجمة نانسي قنقر